اهلا بكم مشاهدينا في اولى فقراتنا في نهارك سعيد فقرة الصحافة زي ما احنا متعودين كل يوم هيكون معنا استاذ اشرف البربري رئيس قسم الاخبار بجارة الشروع صباح الخير صباح الخير اخبرنا نهاية اسبوع اخبرنا كالعادة يعني ساخنة بس يا طبعا اقل من قبل كده لكن يمكن الهدوء ده الناس كلها عملت قول ايه الهدوء الذي يصبق العاصفة لا لا يصبق الاحتفال العاصف هو اه هو في ناس هتحتفلوا في ناس نازلة تكمل نازلة تكمل يعني طالب الثورة وتكمل الثورة واعتقد هم عندهم حق لانه حتى الان لم تنتهي محاكمة الرئيس المخلوع وحتى الان حقوق الشهداء والمصابين لسه الناس عملها بتحاول تكلم فيها خلينا ناخد اخبارنا بالترتيب من الشروق الصفحة الاولى معنا خبرين الاول الدستورية العليا تلزم المجلس العسكري بتعديل خمس مواد في قانون الرئيسة والشروق من نفس الصفحة الخبر التاني السفيرة الامريكية تزور المرشد في دار الاخوان ومن الصفحة التالتة للشروق برضو الثوار يطهرون الميدان من الباع الجائلين بعد ليلة من الاشتباكات والمصر اليوم منشط صفحة اولى فريد الديب الداخلية بريئة والجيش تولى المسئولية من عصر 28 يناير ومن نرجع للشروق الصفحة التالتة البلدية في تكوين حزب ويشارك في مظاهرات 25 يناير ومن المصر اليوم الصفحة التالتة الوفد يعرض على منصول حسن الترشح للرئاسة باسم الحزب وقياد اخواني ننتظر موافقته والشروق الصفحة الاولى ازمة الوقود تصل الى الرصاص والدم واخر خبر من الاهرام الصفحة التالتة اثيوبيا تتجاهل اجتماعات خبراء السدود بالسودان وتدشن سد النهضة ودايما اخر خبر بيبقى فيه حاجة يعني مزعجة سد النهضة ده هيقطع عندنا شوية ماية اكيد ايام المشاكل هنجيله لكن خليني نبتدي من الصفحة الاولى من الشروق المحكمة الدستورية العلية تلزم المجلس العسكري بتعديل خمس مواد في قانون الرئاسة هو طبعا المجلس العسكري احل قانون انتخابات الرئاسة مبكرا للمحكمة الدستورية علشان يحصنوا من الطعن لانه هيبقى فيه مشكلة طبعا نعمل انتخابات بقانون ويطعن عليه اهم مادة في الخمس مواد الموجودة هي المادة المتعلقة بجنسية المرشح واشترطت انه هو لا يكون قد حصلة هو او احد والديها على جنسية اجنبية قبل ذلك يعني انا مش موافق قوي على موقف الشخص يعني من المادة دي لانه احنا الشعب المصري في خلال الستين سنة اللي فاتوا عندنا ملايين المصريين سفروا برا مضطرين سعيا وراء الرزق او وراء البحث العلمي او وراء تحقيق امال كثيرة يعني وبعضهم اضطر ياخد او احتاج ياخد الجنسية علشان مسألة عملية ولا تتعلق ابدا بوطنيته يعني مش كل المصريين اللي حصلوا على جنسية اجنبية فيعني ده ممكن هيحرم مصر يعني من اعداد كبيرة كان يمكن ان تكون مرشحين جايدين ويمكن هيبقى منهم الدكتور رحمد زويل كده المسألة بقت اتقفلت علي ما خلاص كده بالشكل ده حتى لو تنازل عن جنسيته الامريكية مش هيبقى مؤهل لخوض انتخابات الرئاسة طب هو السؤال بس هنا هو المحكمة الدستورية اللي ده تعديل في صلاحياتها ان هي بتقول من بدري لما فهموه انه هي يعني هي بعد صدور القوانين ان هي لها بعد صدور القوانين هتحكم طبعا ده الاصل في وظيفة المحكمة الدستورية انه بعد صدور القانون وعندما تظهر مشكلة في التطبيق يعني هو مش كل القوانين بتلجأ لا ده انت بتطعم في قانون معين تضررت منه كمواطن فتلجأ للمحكمة الدستورية انما في بعض القوانين اللي هي الطعن فيها هيبقى مشكلة زي قانون انتخابات الرئاسة انا النهاردة هنتخب رئيس جمهورية بقانون وبعدين ييجي احد المرشحين الذين لم يحلفهم الحظ يطعم في القانون ويقبل الطعن لا هو هو بس الطريق انه هنا تلزم المجرد لانه دايما هي لا هي تلزم فيها فكرة لان احنا دايما كنا بننادي بدول محكمة الدستورية هي سابقة على في كل الاحوال هي تلزمها طبعا ففي الانتب نعدل صلاحياتها علشان نقدر نعمل ده لانه في الحالة دي بقى مجرد التماس او استشارة يعني هنا هي تلزم لا هي تلزم لا في كل الاحوال لانه هو اللي هيحصل ايه انه القانون لو هي من لو هما ما سمعوش كلامهم واقروا القانون هيرجع لها تاني وتصدر حكم بعدم دستورية القانون فيتلغي فهو شاهدتها او رأيها سواء كان قبل صدور القانون او بعضه ورأيه ملزم هو عموما ده جديد مهم ويعني يسمح في المستقبل انه اغلبية القوانين بدلا ما تروح لترجع لمحكمة الدستورية ونعيش في مشكلة انه قانون ويطعم بعدم دستورية وهكذا طيب خبرنا التاني من الشروق الصفحة الاولى السفيرة امريكية ام باترسون تزور المرشد في دار الاخوان اه طبعا هو خلاص الامريكان لم يعد في مقدورهم سواء الاعتراف بجماعة الاخوان المسلمين كحزب امتلك الاغلبية وان كانت ليست الاغلبية المطلقة طبعا لكنه هو حزب صاحب اكبر كتلة برلمانية فالواشنطن بتتعامل معهم باعتبرهم حقيقة على الارض سنوات من العدم الاعتراف والتواصل السري لكن دلوقتي وانا شخصيا برضو يعني ما كنتش احب هذه الزيارة تكون لدار الاخوان الزيارة تبقى لحزب الحرية والعدالة علشان تبقى الامور سياسية لانه جماعة الاخوان يجب ان توفق اوضاعها علشان نقدر نحدد احنا بنتعامل مع مين جماعة الاخوان المسلمين هي جماعة دعوية جماعة سياسية جماعة جمعية وطن الاجتماعية اجتماعية خيرية مش عارف يعني لا يجب ان يظل يمكن كان مقبول كنا بنتعطف معاهم هو بعض الخبساء يقولوا يعني انه علشان محدش يبص في حسابك ما ينفعش ما هو ده ده كان احنا كنا متعطفين معاهم لانه الامور قبل كده ما كانش تسمح بكده انما دلوقتي يجب ان احنا نوفق اوضاع جماعة الاخوان المسلمين وتعلن عن هويتها ونتعامل معاها بالهوية التي تغرطضيها لنفسها يعني هي تختار انها جماعة خيرية هنتعامل معاها باطبارها جماعة خيرية تختار انها جماعية دعوية علمية ثقافية يعني لكن يجب ان نعرف ما هي هوية جماعة الاخوان المسلمين هي الفكرة انها تنظيم دولي في 76 دولة لا اول تنظيم الدولي هنا يعني ممكن يتعاملوا باعتبارهم افقار يعني هي المسألة فكرة حسن البنة زي الشعوعية زي الاشتراكية يعني الشعوعية ظهر عملها ماركسية عملها ماركس وموجودة وتواجدت في مليون دولة لكن ده مش معناه ان حد بيقودها فهي فكرة الاخوان المسلمين او فكرة حسن البنة هو موجود في دول العالم مش بتضرر يبقى في علاقة تنظيمية بينهم وبين هذه الجهاز عموما في ايطار الشكل القانوني والسياسي هي حدد بالزبط طبيعي انه يبقى حزب سياسي لكن الجماعة مفروض تحدد موقفها بالزبط هي جماعية لانه في الاخر يجب ان يكون كله على المائدة عشان نعرف ان انت فاهم مع بعض على ارض واحدة عشان نتعمل مع بعض بزبط بقى في ارضية مشتركة نروح للصفحة التالتة في الشروق الثوار يطهرون الميدان من البع الجائلين بعد ليلة من الاشتباكات ولكن تعديت في الميدان كانت الدنيا غراء نطوب طبعا الميدان بعد احداث مجلس الوزراء وقبله بعد احداث محمد محمود اصبح يعني يضم خليط شديد التنافر ما بين مجموعة من القليلة من الصوار واصر المصابين واصحاب المطالب الحقيقية وكثير من البع الجائلين واكثر منهم من البلطاجية لدرجة ان احنا تقريبا وصلنا لمرحلة انهم سيطروا على المساحات الفاضية وبقى يوقفوا الشواء العربيات بفلوس فاتحولت المسألة انه بقى ظهرت طبقة سياس وفيه البلطاجية المواجهة بين الصوار والبع الجائلين طبعا مواجهة حتمية لكن انا طبعا بقشفق على الصوار من التعامل مع هذه الفئة لانه البع الجائلين دايما بيعملوا في حماية مجموعات من البلطاجية واصحاب السوابق اعتقد انه الظروف الصعبة اللي الناس كلها فيها في البلد ما خليها الناس تعمل اي حاجة في اي وقت مع انه حتى الدو والبرد بس الناس فعلا الجوع وقلت الفلوس اتلاها يعني طبعا ده عنصر مهم لكن هنا برضو فيه ازمة برضو الحقيقة هو كيف تتعامل السلطة مع مدان التحرير هذا المشهد في مدان التحرير ملاقى اتصور انه فيه شخصي اقبل به انه هذا المدان يتحول الى هذه الشكل العشوائي خيام اقرب الى خيام الاواء مش خيام الاعتصام خيام اقرب لخيام الاواء وتراسي وتعوى اطفال صغيرين واطفال شوارع لكن طبعا برضو السلطة مش هتجد مش بسهولها تتعامل معا لانها مش هتقدر تميز بين البلطاجي وبين المعتصم في حالة انها تحاول تطهره لانه مفيش تترجل بالقوة الحقيقة يعني وامون هو فضل ست ايام على الى خمسة عشرين بالزبط وهنشوف ايه اللي يحصل في الى التحرير يعطي الوقت اخر محالة مختلف اه طبعا اه بالزبط مش هيستمر كثيرا يعني المصري اليوم الصفحة الاولى محام الرئيس المخلوة فريد الديب قال ان الداخلية بريئة وان الجيش تولى المسئولية منذ عصر تمانية عشرين هو طبعا المفارقة الغريبة الحقيقة يعني يعني وتصير حتى الضحك هو انه يتصور انه اذا برقنا الداخلية وادنا الجيش ده لا يلف حبل المشنقة حول رقبة حسن مبارك حسن مبارك هو قائد الاعلى لجهاز الشرطة والقائد الاعلى لقوات المسلح فسدي اذا افترضنا جدلا انه الجيش هو الذي اطلق الرصاص فحسن مبارك يتحمل المسئولية باعتباره القائد الاعلى لقوات المسلح الحاجة التانية وهو ثبت على فكرة في التحقيقات انه ان الرئيس متورد بشكل رئيسي لسبب واحد لانه لم يتخذ اجراء يخص قتل المتظاهرين قبل يوم 31 يناير فبالتالي كان فيه اسبوع وقد علم ولم يتخذ اي اجراء حاجة تانية الحياة والمهمة برضو انه في كل الاحوال الاوراق اللي موجودة بتقول انه الداخلية سلحت الجنود والزباط اللي انتشروا يوم 28 يناير بالرصاص الحي تسليح هؤلاء الجنود دي بسجلات الداخلية نفسها قال كمان في معرض كلامه انه مسموح للداخلية بفض المظاهرات بالقوة وبالخرطوش وبالقلاص يعني ده طبعا هو قال كده يعني هو الراجل الحقيقة برضو الحقيقة انه فريد ديب في معظم القضايا اه معظم القضايا الكبيرة اللي مسكها يعني هو جاب اعدام لهشام طلعت مصطفى وحاجه حكم خمس فر سنة مع الخبر الجديد بقى انه تم قبول الطعن فاضي اه لكن ده مع مع محمي تاني الحقيقة سيعاد محاكم مع محمي تاني هو يعني لا هو يعني مع عليه لكن هو بس يعني اللي علاقت عليه الكثير من الصحف ووجهات الانباء انه صور الرئيس المخلوع على انه يعني ملك بجناحين ملك بجناحين بالضبط لانه هو كان مع الصورة محدش فاهم ازاي تقريبا كان في مدان التحرير الشروق الصفحة التالتة دكتور محمد البلدة ايام في تكوين حزب ويشارك في مظاهرات 25 يناير طبعا كنت اتمنى الا ايام في تكوين حزب وان يشارك في مظاهرات 25 يناير لانه الحياة شخصية دكتور محمد البلدة طبعا ما فيش حد يقدر ينكر دور المحفز في التطورات اللي حصلت في مصر على مدى 2010 و2011 لكن في الاخر اذا ممارسة العمل السياسي في ظل كمان حرية كانت الدعوة دي تتقال قبل كده انه اللي عايز يشتغل السياسة يعمل حزب طبعا ده كان كلام حق يراد بي باطل ايام الرئيس المخلوع لكن دلوقتي فعلا من المهم انه الدكتور محمد البلدعي يمارس عمله السياسي في اطار مؤسسي علشان يجد قوة يعني استمراره في العمل الفردي ثبت انه مش فعال بدلل انه حملته الرئاسية الحقيقة لم يحالفها الحظ مشاركته في مظاهرات 25 يناير مهمة جدا طبعا لانه هذا الرجل له قدر كبير من المصدقية ويمكن هو انسحابه من السباق الرئاسي يحسب على انه لعبة سياسية استراتيجية لمكسب ابعد يعني يعني هو طبعا يحافظ كمان على قيمته الرمزية بعيدا عن الانتخابات سباق الانتخاباتي وانتعرض لحملة لحملة تشهير شنيعة جدا المصري اليوم الصفحة الثالثة الوافد يعرض على منصور حسن الترشح للرئاسة باسم الحزب وقياده اخواني قال ننتظر موافقته طبعا منصور حسن ظهر على الساحة في الشهر الاخير من خلال المجلس استشاري واتصور انه هو حق قدر لا بأس بيه من القبول لكن مسألة ترشحه للرئاسة انا اتصور انه لن يكون لن يظهر مرشح جدي للرئاسة باستثناء الاسامة اللي مطروحة لانه صناعة الرئيس ليست سهلة وتحتاج الى وقت يعني ترويج شخص انه يبقى رئيس دولة علشان كده من يقولون انه الرئيس لم يظهر بعد بيبلغوا شوي مسألة انك تعمل دعاية لشخص عشان ياخد انتخابات رئاسية خلال فترة لم تعد تتجاوز اربع شهور اتصور انه هيبقى فيها صعوبة علشان كده اتصور انه منصور حسن هيكون من الحكمة بحيث انه ما يقبلش هذا الفخ الوف دي نتمنى خبرنا اللي جاي من الشروق الصفحة الاولى وطبعا هو بخصوص التلات نقط اللي بتخص الشرق نصف طبعا البارد كلنا عارفينه ويحصله في 25 نيار اتكلمنا فيه نتكلم بقى عن ازمة الوقود والشروب الصفحة الاولى ازمة الوقود الوقود تصل الى الرصاص والدم ويمكن انا شفت تقرير يعني مش عارف يدعو للرساء والسخرية انه مسكوا عربية اسعاية في محملة جركن لا محملة الانبيب وتجاز والناس تانية بتحط البنزين 80 على الصدر ويبيقوا لانه 90 وانه مفروض انه مفروض ان احنا نخش البنزين انا اقول له لو سمعت الديني عينينا يا عاصله يعني انا لسه عارف النهاردة انه البنزين 80 لونه احمر دي جديدة علي وانه اكتبا انا بتشوفوش انا بتشوفوش بالضبط فطبعا يعني حاجة غريبة هو الحقيقة احد اسباب الازمة الحقيقة الاداء الحكومي السيء الانكر دايما في الاول وبعد كده يعني هو فيه ازمة فيه ازمة وفيه ازمة لانها لها سبب الناس كمان برضو الحكومة يعني مش عارفتها المتحرجة تقوله الحكومة معهاش فلوس فعليها ترقمت المديونيتها المديونيت شركات البترول اللي بتورد البنزين للمحطات فالشركات قررت انها تقلل كميات البنزين اللي بتوردها لانه عشان ما تزيدش المديونية بتاعتها عند الحكومة انا شايف انه لو الحكومة خرجت وقالت للناس هذا هو الوضع احنا خفضنا كميات البنزين بنسبة 25% ونناشد الناس انها تقلل استخدامها للعربيات الخاصة ده يا فندي هي المشكلة في حاجة انهم متضربين في التصريحات بزبط تصريحات في ناس بتقول من بتوع البنزينات انه ده هم قللوا اللي جايلنا بنسبة 25% لخمسين في المية وهم بيرموها على انه الناس وبعد كده بيقولوا على انه التهريب وعلى انه لا هو اشوف كل ده المشكلة عن دي ما فيش غير سبب لا لا ما هو دي الفكرة اولا ما فيش اي سبب ينفع يتقال غير انه كميات قلت لانه التهريب ما بداش اول امبارح يعني اذا كان فيه تهريب للبنزين فهو بيتم ما بقاله سنين ما بقاداش اول امبارح نهرب فما ينفعش بقى المشكلة زارت اول امبارح سنين تي حاجة تانية يا فاندم يعني وزير البترول قال ان احنا بنطلع 95% من احتياجاتنا من عندنا ما بناستوردش عجب النسبة وحنا ما بيستوردش بس بس الحكومة بتشتريه من الشركات المنتجة يعني طيب خلونا بس نعدي لاخر خبر سريع وفي كلمة صغيرة جدا اثيوبيا تتجاهل اجتماعات خبراء السودود بالسودان وتودشن سد النهضة يعني انا كمفروض ان فقراتنا خدس بس كان لازم نعدي على خبر ده يعني احنا وإحنا مشغولين في صورتنا في ناس بتبني سدود وتخد من ميتنا هيبقى ملف مهم في مواجهة اي حكومة جاية ملف ميت النيل وتحركات اثيوبيا على وجه التحديد يعني يعني يمكن السد طبعا هي مصرعة على التعامل معاه فاحنا يجب ان احنا نتعامل مع الحقيقة ونحاول نوصل معهم لحل بما لا يؤثر على ميتنا خصوة الماء في حوض ان يل تكفي على فكرة تكفي كل الدول وتفيد عن حاجاتها نتمنى أستاذ أشرف البربري رئيس قسم الأخبار بجريد الشروق نورتنا فنزبنا نتمنى ان احنا نعدي 25 يناير هعدي ان شاء الله لخير مشاهدين دي كانت نهاية فقرتنا فقرتنا اشتركوا في القناة